السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم مجددا على قناة معلم اللغة الفرنسية دائما مع سلسلة جملة كل يوم هذا المساء أيضا سوف نرى جملة بسيطة ورائعة وأكيد سنحتاجها في كلامنا اليومي وكالعادة توصلت بأجوبة كثيرة وعديدة ومشاركاتكم كانت جد جد رائعة ولقد شارك معنا كل من برهان رحيل سعيد حتى يفرج ربي إلهام درويش إلهام إلهام جابر ياسين فاطمة الزهراء رشيد لبنا لبنا تاتا حيات بنت فاس خديجة أمينة ديزيد نوحاس صارة سيرة عمر الشفيع خديجة أبا الزهراء منال بعلان بن ناتا without any doubt ابتسام لبنا أقريش عبدالتاقي نور نور حفيدة لعكيشي أو الكيشي آسف إن لم أنطق اسمك جيدا عايشة ابراهيم لا روائل نبيل منصوري وحبيبة حمادة جيد كل أسماء التي ذكرت شاركوا معنا ومشاركاتكم كانت جد طيبة وبالنسبة للأشخاص الذين توفقوا في أن يجدوا الخطأ الموجود في الجملة هم فاطمة مبيض فاطمة الزهراء رشيد ياسين إلهام درويش حتى يفرج ربي تاتا حيات بنت فاس جابر خديجة أمينة ديزيد سارة سيرة بوعلان بن ناتا نوها حاس خديجة أبا ومنال والخطأ كان بسيط لكن من طبيعة الحال الملاحدة والاهتمام بكل صغيرة وكبيرة في الجملة التي تعطيكم هذه القدرة لإيجاد الأخطاء دوواغ تكتب بأس في الأخير دون أ يعني أنا أضفت أس لا نحذف أ وتبقى فقط أس دوواغ الواجبات لدوواغ هذا جيد جيد ودائما أؤكد عليكم بأن هذا التمرين هو أيضا جد مهم للتعود على كتابة الكلمات إيجاد الأخطاء الإبتعاد حتى عن الأخطاء هذا كله جيد الآن أصدقائي نعد لجملتنا وكما تعلمون دائما هناك فائز واحد في المسابقة هذه المرة ليس بفارق التوقيت لأنه لم يكن من الأوائل الذين أجابوا لكن جملته كانت صحيحة احترم قواعد اللغة الفرنسية وطبق ما رأيناه فقط جابر هو الفائز لأنه طبق ما رأيناه واحترم قواعد اللغة الفرنسية رغم أن هناك أشخاص سبقوه ووضعوا أجوبة لغويا تعتبر صحيحة ويمكن استعمالها لكن نحن نتابع هذه السلسلة لكي نطبق ما تعلمناه وجملة جابر كانت هي نعم هذه هي الجملة التي وضعها جابر والتي اعتبرتها صحيحة وكجواب صحيح الآن أصدقائي سوف نرى جملتنا ونتكلم عنها ونصحح وكل ما يمكن تصححه في هذه الجملة أولا بدءا عندما نقول عندما أنا عندما أنتهي من العمل سأعلمك يعني أننا هذه الأزمنة يجب أن نستعمل أزمنة في المستقبل جيد لا أن نستعمل الحاضر الدلالي أو زمن في الماضي جفني من الواضح بأنك لأنت لم تنتهي بعد عندما أنتهي من العمل سأعلمك لهذا من الضرور وهنا لدينا حالة رائعة جدا لكي ألاحظ بأن هنا كثير من الأصدقاء استعملوا لفتور انتغيير كون جوري تغميني جوري تغميني هو لفتور انتغيير لفتور انتغيير لكن يجب أن تتعلموا كيف نستعمل ومتى هذه الحالة لفتور انتغيير لا يستعمل فقط في حالة واحدة مثل هذه الحالة لدينا عندما يكون لدينا حدثين في المستقبل حدثين في المستقبل ونريد أن نوضح بأنه هناك حدث يسبق حدث يجب أن نستعمل لفتور انتغيير كما هو الحال لدينا عندما أنتهي من العمل الحدث الأول سأخبرك أو سأعلمك باستعمالك لزمن لفتور انتغيير وبعده لفتور سيمبل الزامي في هذه الحالة لهذا سوف تلاحظون بأننا صربنا لفتور انتغيير في المستقبل القريب في هذه الحالة إلزامي نستعمل لفتور انتغيير وبعده الفعل الذي هو يعبر عن الحدث الثاني الذي نريد أن نبين بأنه يأتي في المركز الثاني من الضروري أن يأتي بعد الأول لا يمكن أن يأتي قبله نستعمل لفتور سيمبل هو حال جملتنا هذه القاعدة تذكرها جيدا عندما نريد أن نستعمل لفتور انتغيير نستعمله في مثل هذه الحالة يكون لدينا حدثين في المستقبل ونريد أن نتكلم عن هذين الحدثين بحيث أنه واحد يسبق الآخر ضروري أن يسبقه ضروري عندما أنتهي من العمل سأكلمك إن لم أنتهي من العمل لن أكلمك بعد حتى أنتهي من العمل هذا التتابع في الأحداث بحيث أنه واحد يسبق ضرورة واحد هنا نستعمل لفتور وهذين الحدثين في المستقبل في هذه الحالة نستعمل لفتور انتغيير وبالضرورة الفعل الثاني نستعمله في المستقبل القريب لفتور سيمبل كما هو حال جملتنا عندما 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 أتحدث عمل أو عمل كما هو صحيح عمل هناك ما تلاحظون الحدث الثاني الذي هو أعلمك صرفنا في المستقبل القريب هذا هو ما فعله أيضا جابر وأظن بأن الكثير منكم أيضا فعلوا هذا اللهم هناك فئة ماذا قامت؟ قامت بتصريف لذر تغميني أو في نير في لكن بالنسبة للفعل الثاني الذي يعبر لنا عن الحدث الثاني الذي هو إلزامي بعد الحدث الأول لم يستعملوا لفتور سيمبل ربما استعملوا لفتور بخوش أو حتى استعملوا لحضر الدلالي وهنا أقول لكم بأن جملتكم تكون صحيحة لكن ربما مقبولة لغويا سوف يفهمك من تتكلم لكن لم تحترم قواعد اللغة الفرنسية هذه قواعد قواعد يجب احترامها كما تلاحظون هنا كي تريق لفتور انتغير وزمن موركب ستنطن قوم بخوش لكي نصرف ستحتجنا لستغلال لأكسليار أفوار وقمنا بتصري فيها في المستقبل قريب زائد لفتور 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 جائد كما تلاحظون كما تلاحظون لفتور وإيضا يمكننا استعمال لفتور لفتور في هذه الحالة نفس المعنى كما تلاحظون كما تلاحظون من تغفال أو لتغفال جائد جدا هذا هو الشكل الأول من جملتنا رأينا طريقة استغلال لفتور انتغير طريقة سياغ قلنا دائما الفعل المساعد لأكسليار أفوار هنا صرفنا في المستقبل قريب فأعطانا جوار زائد الفعل نقوم بأخذ لفتور لفتور لتغفال كما تلاحظون من تغفال أو لتغفال كما تلاحظون تغميني أو كونجوري فني جو تنفر جو تنفر سوف أعلمك قلت لكم إلزامي في هذه الحالة أن نضعه في المستقبل القريب جيد هناك من استعمل فعل آخر من غير انفرمي مثلا ممكنكم مباشرة أن تقول جو ت دي غير سوف أقول لك جو تديري بالتليفون المهم ذلك الفعل الذي اخترتموه يجب أن تصرفه في المستقبل قريب جو تنفر جو تنفر جو تنفر جو تنفر جو تنفر جو تنفر يعني سوف أعطفك بما أنني سوف أعطفك سوف أعطفك لك أخبرك البرب تنفر تنفر المهم يجب أن نصرفه في المستقبل القريب جو تنفر جو تنفر مغي باق تليفون لك نعي أعطفك هنا نقطة أيضا جاملة تكلمنا البارحة عن السبجنكتف ما تنستعمل السبجنكتف عندما عندنا احتمالية لحدث لكن ذاك الحدث مرتبط ب أن يقع أولا الحدث الأول هل انتهينا من العمل هل كلمتك إذن يمكننا أن نذهب سويا لهذا وفي جملتنا نحن ليس لدينا لكي نستطيع الذهاب لكي نذهب مباشرة لكي نذهب سويا لكي نذهب لكي نذهب لكي نذهب السبجنكتف هكذا يصرف لكي نذهب جيد قل قليلا الذين استعملوا السبجنكتف هنا رغم أني شرحت البارح هذا هذه قواعد لهذا اعتبرت جواب جابر صحيح جيد أتمنى أن تكون ركزتم معي في هذه الجملة في القواعد التي استعملنا جد جد رائعة وبسيطة الآن أصدقائي سوف نمر لجملة أختنا إلهام درويج كما تعلمون بأنه دائما ناخد جملة من الجمل أو من الأصدقاء لكي نصحيحها ملاحظة لجملتك يا أخت إلهام بأنه لديك ليس فقط مشكلة في صياغة الجمل ولكن حتى في الأزمنة ومن الأشياء التي أركز عليها دائما في هذه السلسلة احترموا الأزمنة قلنا أنت لا أعرف لماذا استعملت كون جي فيني عندما تقول جي فيني هذا ماضي جي فيني سي لتباسي كونبوزي يعني زمن الماضي نحن لا نتكلم عن الماضي لا أعرف لماذا استعملت انت بهي للأزمنة انت بهي للأزمنة ولا بأس أن تستعيني بقاموس لتصريف الأفعال أنت تريدين أن تقول عندما أنتهي أنتهي ما هو الفعل أنتهي سوف أذهب وأبحث عن هذين الفعلين في قاموس تصريف الأفعال في المستقبل لأنني سوف أتكلم عن المستقبل لا أتكلم عن الماضي وبعد ذلك أخده وأحاول تكوين جملة دائما انت بهي للأزمنة كون جي فيني دو تخاويل خطأ كون جوري فيني لتخاويل جي في أبلي وو أو تليفون يعني تصعبين الأمر عليك جي في أبلي أظن بأنك هنا أحببتي أن تستعمل لفتور بروش جي في أبلي جي في أبلي جيد لكن في هذه الحالة ولقد شرحت لكم في الجملة يجب أن نستعمل لفتور سامبل حالة دائما يعني قاعدة نستعمل لفتور انتريور زائد لفتور سامبل في مثل هذه الحالة حدثين وليكي نعبيرا بأن هذين الحدثين أحدهما يسبق الآخر كون جوري فني جو تأبلي جو تأبلي لفتور بدل من أن نقول جو تأبلي جو تأبلي جو تأبلي أو تأبلي أو بارتالي فنزل لفتور 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 صحيح لكن ليس بهذه الطريقة المهم يا أخت إلهام نصيحتي لك أن تهتمي بالأزمنة التي يجب أن نصرف فيها الجملة جيد الآن وصلنا إلى مرحلة جملة جديدة وجملتنا الجديدة التي سوف نشتغل عليها غدا إن شاء الله وهي زوجتي حامل وربما ستلد الأسبوع القادم لهذا لا أستطيع السفر معك ربما صديق وجه لك دعوة للسفر معها أو حتى ربما هناك سفر عمل أو شيء من هذا القبيل وأنت تعتذر بذريعة أن زوجتك حامل وربما ستلد الأسبوع القادم زوجتي حامل وربما ستلد الأسبوع القادم لهذا لا أستطيع السفر معك نعم جيد كالعادة جملة بسيطة وأكيد سنستفيد منها ولا تنسوا دائما هناك خطأ بسيط في الجملة التي رأينا اليوم أتمنى أن تجدوه ولا تنسوا هذا التمرين جد جد مهم وأيضا أنتظروا أجوبتكم بالنسبة لهذه الجملة بفارغ الصبر كالعادة فقط حاولوا أن تبحثوا وتهتموا بكل معلومة أعطيها لكم عفوا وأن تطبقوا قواعد دائما اهتموا بالضمائر اهتموا بزمن الذي يجب أن نصرف فيه الفعل كل هذا ولا بأس أن تراجعوا قاموسكم لكي تصححوا طريقة الكتابة على أمل اللقاء بكم مجددا دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر